السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كيزين فاميلي اليوم ان شاء الله سنشارك معكم مني بطبوط ناجح مئة بالمئة تمنى ان شاء الله تجربوه كيف الحطاء وترضو علي الخبر وغدا نشارك معكم كذلك مملحة بدون دقيق يعني ان تتعملوا ان شاء الله الميز يعني الضراء تمنى ان شاء الله تتربوها كذلك وترضو علي الخبر وتفضلوا معي باشتوفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله بالنسبة المقادير انا عندي يعني كل زلافة العبار ديالها 450 جرام يعني عبرتهم بالجرام الاخوات تبغوا العبار بالجرام والخميرة البلدية احتى هي عبرت فيها 450 جرام يعني عدنا الدقيق القمح الكامل احتى هو 450 جرام انا اكتب لكم ان شاء الله المقادير اسفل هاد الفيديو يعني هاد والدقيق القمح الصلب زولت منه غير النخالة الغليدة والدقيق القمح الكامل احتى هو زولت منه غير النخالة الغليدة سافي غنخلط المكونات وغدا ندنعجن كنرش بشوية بشوية الماء الماء تقريبا تقريبا تستعملت اه خمسمائة ميليليتر دي اللي ما والما كتبقى على حسب اه نوعية ديال الدقيق ديالكم صافي كنعجنو يعني كيف العادة غدا نعجنها وندلكها مزيان يعني ضروري ما ندلكوها مزيان وممكن تستعملو العجانة الى بغيتو صافي من بعد مجمعتها غدا نزول منها واحد القطعة اللي غتكون صغيرة هاد المرة لانه كيف قلت لكم دبا اه بما انه اه يعني الحال بتا كيدخن اه خليو غي كمية قليلة من اه من اه من الخميرة البلدية اللي كنخليو ومن اللي كنبغيو نستعملوها كنزيدو عليها الدقيق باش هكدا ما كجي ما يجيكمش الخبز حامض صافي هنا غنزيد شوية دي الملح وغدا نستمر في الدلك وغدا نخليها هنا تخمر غي هنا في القصرية صافي من بعد ما خمرات يعني ما كتاخدش بزاف دي الوقت خدت تقريبا ثلاثة دي السواية صافي كنسرحها هنا يا بدلك انك الرش بالدقيق هنا مباشرة غي غدا نقطعهم صافي وغدا نبدن طيب فيهم ما غدا نخليهم لانه صافي خمرو تبارك الله ثلاثة دي السواية عرف هاي را كافية في هاد الوقيتها لانه ما كينش اه يعني ما ما بقاش البرد صافي غدا نقطعه ما هانه بهاد القطعه هادي وهنا كيف اه شفته معي اغرب اني غنكملهم كاملين غنبدأ مباشرة عنده انطيب فيهم صافي كنشعل يعني المقلات ديالي حتى كتتسخن مزيان وصافي كنرميهم كنحق ننزلهم فوق المقلات كنخليهم تقريبا تقريبا غي دقيقة صافي وكان نقلبهم باش ما كيتشووش ليهم الوجه ديالهم وباش كيتحلوا لنا يعني نفس طريقة ديال البطبوط العادي غي هادا كنخليه وديك الدقيقة آه البطبوط العادي را غي انا غي كننزله كنقلبه يعني اللي معجون بال يعني الخميرة العادية صافي كيف شفته معي كيف العادة غنبقى نقلب فيهم حتى غادي تنفخو انا قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا بانا هم بدو كيتنفخو ما شاء الله انا كيعجبوني يكونوا رقاقين خاوين من الداخل من بعد انتو ملا بغيتو تخليهم شوية غلادين ممكن انا كنن رقاقهم دائما هادو اللي ميني هكا بغيوم يكونوا خاوين يعني وصفة ناجحة مئة بالمئة نخليكم ان شاء الله آآ آآ جميعا خليكم ان شاء الله يعني المقادير اسفل هاد الفيديو نحليكم واحدة باش تشوفوا من الداخل كيفاش جات يعني خاوية من الداخل ما فيها حتى حاجة في هاش وكتجي ارتباء في نفس الوقت بالنسبة الطريقة كيفاش كانت تعامل مع الخميرة البلدية ان شاء الله انا كان وجد في الفيديو غدا نشاركه معكم آآ باذني الله بالنسبة المملحة غنستعمل اللي غدا نحطر هنا انا غنستعمل شبت وشوية دي القصبر ثلاثة ديال البيضات وغنستعمل شوية ديال الفيديو حارة وشوية ديال ملح بالنسبة للشابت لما كانش كيعجبكم المدق دياله يعني لانت وهنا غنستعمل ميتين جرام ديال آآ آآ ديال آآ درا وهنا عندي حبا ديال الباصل اللي شحرتها زيت الزيتون وهنا بالنسبة لزيت الزيتون عندي عشرة سنتيلي تخذي زيت الزيتون معلقة ديال الحامض وعندي هنا في الفيديو مقطعة حمرة آآ إلا بوتو تشحرها ممكن تشحرها ولكن انا كتعجبني اطلق هداك الشوية ديال المادياله باش ما كيجينش كيجيناش هاد الكبكيك آآ يعني آآ فازك آآ ناشف عفون وبالنسبة للحليف استعملت آآ خمستاشر سنتيليدر إلى آآ كان يعني آآ الترات ديالكم كتشرب تقدرو تزيدوا واحد شوية هناك قطعتها غيب المقص بالنسبة للشابت اللي إلا ما كيعجبكم شو تقدرو تستعملوا الثوم القصبي أو آآ تستعملوا المعدنوس أو تستعملوا الزعتر يعني تستعملوا العشباء اللي كتعجبكم صافي آآ الاضافات اللي نقدرو نضيفوا لهاد الكيك يعني لهاد المملحة هدي ممكن آآ ممكن نضيفوا لها حتى مطيشة مجففة يلا بغيتو وممكن نضيفوا الجبر لك انتو كنت تستعملوا الجبر بالنسبة للحليب اللي استعملت انا استعملت حليب الماعز ولكت ما كتتشربوش آآ يعني المشتقات الحليب ممكن تستعملوا آآ اي حليب بغيتو غي ما يكونش حلو ما يكونش فيها سكر صافي هنا بالنسبة لبي كاربونات دو سوديوم يعني استعملت معلقة صغيرة يعني كندوبها في معلقة كبيرة دي الحامض وهنا زدتها الحليب باش غايطلع ليه مزيان هاد المملحة هادي صافي غدا نخلط يعني ساهلا مهلا غدا نتخندبه في هاد الاثناء الفرن ديالي وغدا نخلط جميع المكونات كجيل ديدة ديدة بزاف الى ما كيعجبكم شضراء او الماييس ممكن آآ تعودوا سميدة بسميدة العادية يعني بسميدة ديال القمح ايلا بغيتو صافي نخلطه مزيان وغدا نسخن الفرن درجة ديال الحرارة دياله تكون مية وثمانين وغنجيب آآ لي آآ كوب كيك ديالي الورقة ديال الكوب كيك وغدا نعمرهم بالنسبة لآآ سميدة ديال ديال الدراك نخليه ولا خرعت كنخلط كي بقيت لكم الى جاكم تقيل قدروا تزيدوا شوية ديال الحليب يعني على حسب انا بنت ليا شوية يعني آآ شوية تقيلة زدت لها شوية ديال الحليب ماشي بزاف يعني تقريبا تمنتاشر سنتيليد خلي استعملت ديال الحليب سافي غدا نعمر هاد الكيسات ديالي وغدا ندخلهم خدولية تقريبا آآ ثلاثين دقيقة في الطعيف انا هاد آآ لان الدراك ياخد شوية الوقت اشتركوا في القناة سافي من بعد ما دخلتهم الفرن يعني ها هما خرجوا خليتهم حتى بردوا قدمتهم بها الطريقة ها دي قدروا يعني تقدمهم يعني تغلفهم هكدا وتبديوهم في ديكم لك انتو آآ غادين شعرادار كيجي ولدادين بزاف ما كيجي بيين فيهم الدراء بتاتا يعني وخمحة الدرين بالدراء كيجيو شناش فين كيجيو رطي طبين وزوينين تمنى ان شاء الله تشربوهم في هاد رمضان ان شاء الله اللي يدخلوا علينا بتحاول السلامة واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة